جمال مساء جمال مساء كل حاجة حلو على عيونكو اخباركو ايه عاملين ايه هاني منسي معاكو وانت بتتفرج على قناة اي تيو بي هاني منسي اهلا وسهلا بيكو النهاردة حلقة جديدة مع جريت سري تالتة ابتدائي كونكت بلاس المنهج جديد اهلا وسهلا بيكو ومراجعة سريعة على اليونتز بالكامل ومواضيع مهمة جدا ونبدأ بالديالوج زي ما انت عارف وزي ما احنا عارفين كلنا ان الدالوج لازم يتقري كله من اول والاخر ومن غير مجاوب يعني اشوف اللي هو سؤال واشوف الجملة واشوف ان دي اجابة وده سؤال كده يعني وافهم معناه بالكامل يلا بسرعة مع بعض لما كنت شفت الاجزاء اللي فاته ترجع اشوفها بسرعة تمام هتلاقيها موجودة في القناة في قائمة الصف الثالس اللي ابتدائي تعالي شوف هنا سؤال اجابته يعني انا كنت او زرت يعني انا رحت الزو وده present perfect اللي هو have او has وبعده past participle اللي هو التصريف الثالث يعني انا زرت الحضيخ بسأله سؤال تاني شفت ايه طبعا هيرد عليه ايمان ودعاء وامان بتكلم دعاء تعالي شوف بقى السؤال اللي هو اجابته i have been to the zoo طبعا انتي كنتي فين يا دعاء ده الكلام اللي بتقوله ايمان كنتي فين طبعا هتقول لها انا كنت في الزو يبقى هتسأل سؤال بالشكل ده طبعا لازم تسأل هنا where where طب الhelping verb اللي موجود عندي اه طبعا اللي هو ايه have و i دي تحاول ايه you بعكس طبعا يعني بعمل مقص كده كده بس اجيب have الاول يبقى where have تمام why دي تحاول ايه you يبقى where have you where have you been انتي كنتي فين where have you been انتي كنتي فين تمام كده خلصنا الجزء اللي هو الاول او السؤال الاول بتسأل اسؤال تاني what have you seen شفتي ايه هناك تمام شفتي ايه هناك اه طبعا طبعا هتقول احذف what و you دي تتحاول ل i اعمل كده واقول i have seen واقول الحاجة اللي انا شفتها تعال ننفذ الكلام ده يلا بينا هقول i have seen هقول مثلا ايه i have seen animals تمام animals and birds مثلا وحط في الاخر full stop تمام هتبقى i have seen animals او i have seen animals and birds وتقول براحتك الحاجات اللي انت شفتها number او بعد كده في قطعة يا شباب طبعا احنا في موقع بتاعنا اللي هو لسه بتعلم اللي انت شايفو ده تمام ده موقع بتاعنا اللي هو لسه بتعلم هنرجع تاني ل اللي احنا الجزء اللي احنا فيه اللي هو القطعة وبيقول لي في القطعة بتاعتنا اشتركوا في القطعة نرجع للقطعة بتاعتنا معلش الموقع الكبير وفي موضع كتير جدا نعرى كتاب سرعة هناك 2 جذبة من الوضع بوضعين بوضعين من المية بوضعين بوضعين مية عزبة ومية ملح بوضعين ريفرز ريفرز المحيطات المحيطات والبحار فيها مياه ملحة المياه ليكتسبها القادل مقابل الله المياه لذيكتسبها الماء ومن الصخور go into the sea in run of water وبينزل بتنزل للبحر طيب سؤال اول what are types of liquid water اي هي عنواع types هنا يعني عنواع موجود عندي اتنين types there are two types of liquid water fresh water and salt water this is number one ودي واضحك هتتكتب هنا طبعا في الاجابة where does water come from الماء دي بتيجي منين water نحذف دا كده عشان نشوف اجابة سؤال الداني water comes from the water comes from precipitation precipitation and springs precipitation precipitation and springs طبعا عرفت الماء بتيجي منين تمام ماشي نيجي بال choose rivers and lakes have يترى rivers الانهار والبحيرات فيها مية fresh ولا salt ولا bad water طبعا مية عزبة يبقى fresh water fresh water seas البحار and lakes ولا rivers ولا ocean have salt water in them طبعا البحار والمحيطات هي اللي فيها salt water مية ملح look and write المفروض يبقى فيه صورة وبيجيب لي كلمات صورة وتحطيها جمل او انت هتكتب الجملة كاملا space is dangerous طبعا حتى لو مفيش خالص هنا كلمة صعبان فانا هكتب وصورة صعبان يبقى انا هكتب snake is dangerous يبقى انا هكتب كلمة snake snake a snake is dangerous بعد كده zone is cold zone is cold اللي هي المنطقة القطبية اللي هي زي tundra tundra zone is cold طبعا برد and is a special place طبعا هنا وفيه صورة واحة وي 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 تمام بعد كده التقطنا صورة selfie طبعا هنا selfie هتاخد صورة selfie تمام we have taken selfie we have taken a we have taken a selfie او selfie بكده حبايب الابطال وصلنا لنهاية الجزء ده من الريفيجن وبالتوفيق و good bye good luck